اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الثانية خرط تاجر متجول على متن شاحنة محملة بسلع من تونس العاصمة على الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً أقام بجولة عبر مدن الشمال الغربي كما يبينها الرسم وفيما يلي جدوى تفصيلي للمسافات المقطوعة والزمن المستغرق تونس سليانا سليانا الكاف الكاف باجا باجا تونس الزمن المستغرق بين السنين ساعة وسبع دقائق واحد ساعة وخمسة وثلاثة سنين 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 سن 84 كم في الساعة تستهلك الشاحنة معدل 10 لتر من الوقود في كل 100 كم بـ 0.580 دينار اللتر الواحد والإفراغ السلع يتوقف التاجر بكل مدينة معدل 1 ساعة و20 دقيقة ابحث عن المعطيات الناقصة بالجدول الإجابة معدل ساعة الشاحنة بين تونس وسليانا 2 ساعة و7 دقائق 2 ساعة و7 دقائق يساوي 127 دقيقة 127 على 127 في 60 يساوي 60 كم في الساعة سليانا والكاف 1 ساعة و35 دقيقة يساوي 95 دقيقة 95 على 95 في 60 يساوي 60 كم في الساعة الكاف وباجا 1 ساعة و45 دقيقة يساوي 1055 دقيقة 105 على 105 في 60 يساوي 60 كم في الساعة المسافة الفاطلة بين باجا وتونس المسافة الفاطلة بين باجا وتونس الكاف باجا باجا تونس الزمن المسترق بين 6 ساعة و7 دقائق 1 ساعة و35 دقيقة 1 ساعة و45 دقيقة 1 ساعة و15 دقيقة المسافة الفاطلة بين 127 كم 95 كم 105 كم 105 كم 105 كم معدل سرعة الشاحنة بين 60 كم في الساعة 60 كم في الساعة 60 كم في الساعة 84 كم في الساعة أحدد ساعة وصول الشاحنة إلى تونس الإجابة ساعة وصول الشاحنة إلى مدينة باجا ساعة الانطلاق من تونس مع الزمن المستغرق بين تونس وسليانا مع مدة إفراغ السلع مع الزمن المستغرق بين سليانا والكاف مع مدة إفراغ السلع مع الزمن المستغرق بين الكاف وباجا 5 ساعات و45 دقيقة مع 2 ساعة و7 دقائق مع 1 ساعة و20 دقيقة مع 1 ساعة و35 دقيقة مع 1 ساعة و20 دقيقة مع 1 ساعة و45 دقيقة يساوي 11 ساعة و172 دقيقة يساوي 13 ساعة و52 دقيقة ساعة وصول الشاحنة إلى مدينة تونس ساعة وصول الشاحنة إلى مدينة باجا مع مدة إفراغ السلع مع الزمن المستغرق بين باجا وتونس 13 ساعة و52 دقيقة مع 1 ساعة و20 دقيقة مع 1 ساعة و15 دقيقة يساوي 15 ساعة و87 دقيقة يساوي 16 ساعة و27 دقيقة أثبت بطريقتين مختلفتين أن ثمن الوقود المستهلة خلال هذه الرحلة بالدينار 25.056 الإجابة الطريقة الأولى المسافة المقطوعة خلال كامل الجولة 127 مع 95 مع 105 مع 105 يساوي 432 كيلومتر كمية الوقود المستهلة خلال الجولة المسافة المقطوعة خلال الجولة في كمية استهلاك البنزين لكل مات كيلومتر على 100 432 في 10 على 100 يساوي 43.2 لتر ثمن كمية الوقود المستهلة خلال الجولة 43.2 في 0.580 يساوي 25.056 دينار الطريقة الثانية ثمن البنزين المستهلة لكل 100 كيلومتر مقطوعة كمية البنزين المستهلة لكل 100 كيلومتر في 8 اللتر الواحد 10 في 0.580 يساوي 5.8 دينار ثمن البنزين المستهلة لكامل الجولة المقطوعة مسافة الجولة على 100 في ثمن البنزين المستهلة لكل 100 كيلومتر 432 على 100 في 5.80 يساوي 25.056 دينار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر